سبحان الله ولا قوة إلا بالله المخابرات بتاعة الدولة اللي كانت بتتأمر أو تأمرت على نصف دول العالم بلا استثناء عبر تحركات وخيانة وعمالة وصفقات قذرة مع قوة داخل الدول اللي دمرتها هذه الدولة اللي هي بريطانيا حاليا بتعاني من نفس اللي عملته في نصف دول العالم بلا استثناء في بريطانيا حاليا الوضع كارسي فوضى خراب حرائق تجتاح كل شوارع بريطانيا عرفت حضراتكم التفاصيل ديت على العموم هنتوقف عندها خلال الحلقة ديت لكن عاوز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا أنا شامم ريحة ويسخة في ذلك الذي يحدث في قلب بريطانيا ما تجوا بينا نعرف التفاصيل لكن عبلها واخد بالك انت يا حاج كامل شيروا لايك للفيديو ده وكمانتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وانت من خطأك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معروف أن بريطانيا وجهزها المخابرات تأمره على أكتر من نص دول العالم أي مصيبة بتحصل في أي دولة خلال عقود سابقة بريطانيا أي كارسة في قلب المنطقة العربية بالتآمر ما بين بعض القوى الإرهابية وبريطانيا أي حاجة حصلت ضد روسيا بالتآمر ما بين أمريكا وبريطانيا أي حاجة حصلت ضد الدول للتحاد الأوروبي خلال السنتين الأخيرتين بالتآمر ما بين أمريكا وبريطانيا دائما بريطانيا تعتبر بمثابة عامل مشترك في كل أنواع المؤامرات إيه اللي بحصل في بريطانيا تعالوا نقرأ مع بعضينا قراءة سريعة وعاجلة لما يحدث هناك ونحلل الوضع في البداية من حوالي خمس ستة أيام انتشرت أخبار عبر الإنترنت من أن مهاجر من المسلمين نفذ هجوم بسكينة على أطفال خلال حفلة راقص في مدينة ساوث بورد اللي هي البريطانية واحد من المسلمين اللي هم المهاجرين شاف حفلة راقص لبعض الأطفال دخل زي كانت ماينفعشين وغز تلاتة من الأطفال على الرغم من أن الشرطة البريطانية نفت المعلومات دي وقالت أن المشتبه ده ما هوش مسلم يا جماعة إنما هو أكسل رودا كوبانا وبيبلغ من العمر 17 سنة ومن موليد منطقة اسمها كارديف في ويلز يعني الراجل ده أو الولد ده هو أساسا في الأصل بريطاني رغم كل ذلك اشتعلت أعمال شغب شارك فيها آلاف المحتجين المناهضين للهجرة في عدة بلدان ومدن خلال الأيام القليلة الماضية النتيجة اتعرض عدد من المتاجر والشركات للتخريب والنهب كما أصيب عدد من أفراد الشرطة وبالأمس فقط اتجمع مئات المحتجين المناهضين للهجرة بالأرب من فندق بالقرب من روثرهام بشمال إنجلترا يأوي طالبي لجوء المحتجين ألقوا الحجارة على الشرطة وحطموا عدة نوافذ بالفندق وأشعلوا النيران في صندوق القمامة مع بدء الاحتجاجات بالأرب من منشستر قالت الشرطة أنه تم إصدار مذكرة لتفريق المحتجين تمنح أفرادها صلاحيات إضافية وقد تجددت أعمال العنف في شوارع بريطانيا والتي أدت إلى تلف في الممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للإضطرابات المستمرة من أربع تيام ويزيد في أعقاب طبعا مقتل الفتيات هذه الاحتجاجات تعتبر هي الاحتجاجات الأوسع منذ 13 عام في قلب بريطانيا لكن الاحتجاجات المناهضة للهجرة وللمسلمين استمرت وتحولت لأعمال عنف وشغب الشرطة في ليفربول قالت أن عدد من أفرادها أصيبوا أثناء محاولتهم السيطرة على اضطرابات خطيرة في وسط المدينة تبادل محتجون مناهضون للهجرة وآخرون مناهضون للعنصرية الرشق بالطب والزجاجات تحولت المسألة الحرب أهلية ناس متضمنة مع المهاجرين ناس ضد المهاجرين النتيجة اشتعلت مظاهرات متضدة مع بعضيها وأصيب الكثير من أفراد الأمن أثناء محاولتهم منع الاشتباكات ما بين آلاف المحتجين طبعا كانت آخر مرة شهدت فيها بريطانيا أعمال عنف كبيرة وسعة النطاق سنة 2011 وقال مارك هال كبير مفاتيش الشرطة في منطقة سندرلاند للصحفيين أن أربع شرطيين نقلوا إلى المستشفى وأعلن القبض على 12 شخص وقال لم يكن هذا احتجاجا كان هذا عنفا وفوضى لا يمكن التسامح إذا إئمع وقال تيفاني لينش من اتحاد الشرطة بريطانيا وويلز سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع لكنها كانت محصورة في مناطق معينة من البلاد والآن نرى أن هذه الفوضى والقراب والعنف انتشر عبر المدن والبلدان الكبرى حملت الشرطة مسؤولية الفوضى للمنظمات مرتبطة برابطة الدفاع البريطانية المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 سنة هذا وقد استهدف مثير الشغب مسجدين على الأقل وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية توفير حماية أمنية طريقة لدور العبادة الإسلامية دخلت المسألة بحدوتها تانية دخلت ضد المسلمين ضد المساجد أصبحت المساجد تحت الحصار في المقابل نظم متظاهرون مناهضون للفاشية يعني ضد المتظاهرين الأولانيين مسيرات مضادة في عدد من المدن بينها ليدز وهتفه ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة بينما هتف المتظاهرون اليمينيون اللي هما ضد المهاجرين أنتم ما عدتم بريطانيين يعني بدأوا كله يدكوا في كله بدأت شوارع بريطانيا تشهد حرب أهلية رئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر ندت ببلطجة اليمين المتطرف وقال أن القانون هينفذ بكل قوة على المخالفين في أعقاب هذه الاحتجاجات وحذر المحتجين من أنه هما هيندموا على ضلوحهم في أسوأ أعمال شغب تشهدها إنجلترا منذ أبطر من 11 سنة وقال لا يوجد مبرر للعنف من أي نوع وأكد الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الشوارع البريطانية ووزارة الداخلية أعلنت إن هي هتعزز الإجراءات الأمنية بتاعتها للمساجد بموجب ترتيبات جديدة بعد توجيه تهديدات إلى دور عبادة المسلمين تعالوا بقى نشوف إيه إلا بيحصل أنا شامم هنا ريحة وصحة قرون الاستشعار بتقول إن في حاجة غلط البداية ولد دخل على أطفال غزهم بالمطوة وقتل منهم تلاتة فجئنا بأن في أخبار على السوشيال ميديا انتشرت في ثواني بتقول إلحقه مسلم من المهاجرين غز بريطانيين النتيجة بدأت المظاهرات تشتعل في قلب الشارع في ذات الوقت اللي المظاهرات ديت دخلت في مدن بشكل أو بسرعة الصاروخ في ذات الوقت اللي فجئنا إن هناك مظاهرات مضادة للمظاهرات الأولانية أصبحت حرب أهلية في شوارع بريطانيا إيه بقى؟ تعالوا لحلل المسألة كده مع بعضينا رقم واحد روسيا أوكرانيا حرب روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية قادت دول الناتو لمواجهة روسيا أمريكا طمعت دول الناتو بالذات دول الاتحاد الأوروبي فإن هما هيخذوا جزء من الطرطة الروسية بعد تفكيك روسيا أمريكا أقناعت دول الاتحاد الأوروبي إن هما هيكلهم نصيب الأسد من السيطرة على الأراضي والدول الواقعة غرب روسيا اللي هي بتطل على دول الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي اتورطت ورطة سوداء ومشيت وراء أمريكا النتيجة أمريكا ورات الدول للتحاد الأوروبي في المستنقع الأوكراني إيه اللي حصل انهيار الاقتصاد الأوروبي ارتفاع معدلات التدخم في أوروبا انهيار اليورو في أسعاره انهار بشكل كبير جدا فضية المخازن العسكرية ومخازن الأسلحة الأوروبية من الأسلحة أمريكا بدأت تدعم أوروبا بأسلحة مرتفعة الثمن الغزو النفط الروسي انقطع بناء على حزم عقوبات تم الاتفاق عليها ما بين أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ما عادش لأيين غزوة لنفط أمريكا بدأت تبيع لدول الاتحاد الأوروبي النفط والغاز بأسعار عالمية بالأسعار المغالى فيها أوروبا أصبحت فعلا الرجل المريض اللي بيعاني سكرات الموت ايه اللي حصل؟ التحليلات تؤكد أن أمريكا توطقت مع بريطانيا ضد دول الاتحاد الأوروبي دربت ميت عصفور بحجر واحد رقم واحد كسرت قوة وشوكة روسيا زي ما هي بتقول وحجمت تحركات روسيا واستنزفت قدرات روسيا رقم اثنين دول الاتحاد الأوروبي كانت مشية بسرعة الصاروخ وبقوة اقتصادية وعسكرية غير عادية بدأت تقلق منه أمريكا أمريكا بالتنسيق مع بريطانيا توطقت ضد دول الاتحاد الأوروبي النتيجة أمريكا تخلصت من قوة أوروبا الاقتصادية والعسكرية وفي ذات الوقت شغلت روسيا النتيجة أمريكا كسبت مكاسب طائلة جدا هي وبريطانيا فاضل بقى بريطانيا إيه اللي حصل حضرتكم أنا شامم فيما يحدث في قلب شوارع بريطانيا الريحة الأمريكية القذرة التآمر على بريطانيا نفسها عشان يتم كسر شوكتها بعد ما تم التخلص من قوة دول الاتحاد الأوروبي وديت طبعا مخططات هي نفس المخططات اللي نفذتها أمريكا في قلب المنطقة العربية سنة 2011 لما حاولت تكسر شوكت كل القيادات التاريخية في قلب المنطقة العربية من أجل أيضا أعادة تقسيم المقسم من أجل إضعاف المنطقة العربية بما يسهل السيطرة الأمريكية عليها اللي بيحصل في قلب شوارع بريطانيا سيقوا تماما أن الاستخبارات الأمريكية الـ CIA وكل الأجهزة الأمريكية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مخابراتية أخرى لها اليد الطولة فيما يحدث في قلب شوارع بريطانيا لكن في كل الأحوال إحنا شمتنين اللهم لجا مات لا إحنا بصراحة ربنا شمتنين لأن إحنا وكل المنطقة العربية عانت الأمرين مما فعلته بريطانيا في عقود سابقة عنف وفوضى بريطانيا تشهد أوسع احتجاجات من 13 سنة شوفوا المنظر يا جماعة طبعا الصور كارثية آدي المنظر وآدي بريطانيا كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أعمال شغب خلال مظاهرات لليمين المتطرف في بريطانيا والشرطة تعتقل العشرات طبعا الوضع ده بيؤشر أني بريطانيا ونهايتها أصبحت قاب قوسينة أو أدنى من خط النهاية زي ما عملت في بريطانيا وعملت في دول في قلب المنطقة العربية اتأشي وتاخد غيرها ترجمة نانسي قنقر